نابش فاميليا وقت اللي تعادى معنا بلتي استثنائيا على ديوان فهم تحية لي وتحية للعباد اللي تتبع بلتي واللي تحبوا بيانسور بلتي بالارقام هو اكثر فنان تونسي تبركر له عنده نجاحات معاش نحكيه على بلتي تونسي نحكيه على بلتي العالمي مؤخرا هيفا كنا تبعنا استوريات وحكينا عليهم في الكواليس حفلتوا اللي كانت ناشحة برشة في دبي وقت اللي كانوا حاضرين برشة توينسا برشة صناعة محتوى او اعلميين توينسا كانوا حاضرين بكي كيف كيف الهم صغير وبرشة توينسا كيف كيف زاد برشة صناعة محتوى من المغرب العربي هبطوا تصور مزيانين من حفلة بلتي من في دبي واكثر تعليق او اكثر حاجة دارت في الحفلة برشة اجانب كانوا حاضرين في حفلة بلتي في الامارات كل سواء لبنانيين مغاربة شقاء تزيرين او غيرهم قالوا علشة توينسا الواحدين كيمشيوا الحفلة تونسية او غيرها يهزوا درابوا تونس شفنا برشة علام تونس كان موجود في حفلة دبي بينسور بلتي اللي غنى تونسي غنى برشة اغاني حتى بعض الاغاني اللي عندها فمغنية عندها تلميح بينسور الامارات غنىها في قلب الامارات وما كان فما حتى مشكل بينسور هذا الكل ما ينجم يعملو كان بلتي الاستثنائي هذي بالنسبة البلتي وتحيتنا لي سايب شقو من قايت اذي ونهارا حد زيدا ميباو نسلمو علي ونصبحو علي بلتي اللي دخل معانا وقتا وكانت حصرية لومور حكينا على الكونسير ومبعد صار فمش كون شك في الموضوع وصار من قلب شرع لحبيب بورقي باميلا انا قلت لك سبعة خير ومجاوبتنيش صباح نور صباح نور صباح نور صباح نزل كل يسمع فينا نمشيو لستار ترانز ستار ترانز ومين نبدأو اليوم السباح بونجو غايفا باش نمشيو لقناة تاسعة ونحكيوه على برنامج لاباس مع نوف الورتيني تقريبا للأسبوع الثاني على التوالي برنامج يتعدى لايب على قناة التاسعة نعرف المشاكل التقنية واللوجستية اللي سايرة في قناة التاسعة هذيك عليش نوف القرر انو البرنامج يمطيعو يكون في المباشر في البرح كانوا ذيوفوا عائلة الشهيد مهد العربي بعد الحارثة الاخيرة اللي صارت في جربا كيف كيف الانستاغراميز تونسية لينا الخويلي الشيخ محمد البسي كيف كيف زيادة كان حاضر الاعليمي التونسي بفرانس فاتكات وديونا فيم توفيق مجايد اللي كان حاضر في برنامج لاباس معنا وفي الورتيني على قناة التاسعة وحكي على حاجة ياسر مزنينا حكي عليها باش تصير في جربا تقريبا نهار السبت الثلاثة جوان في اول اسبوع من شهر جوان كنا نتفكروا الحارثة الاليمة اللي صارت مؤخرا في جربا تزامنا مع احداث الغريبة دونك توفيق مجايدة حكي على مبادرة انسانية مش تصير نهار سبت الثلاثة جوان مش تلم كل وسائل الاعلام الوطنية والخاصة دونك كيف الناس الكل مش تمشي للجربا فما حفلة فنية دونك نسمو اكثر تفاصيل على المبادرة هذي اللي بش تصير في جربا مبادرة من ديوان افهم الفكرة وسائل الاعلام التونسية القطاع العام والخاصة الكل تنسى خلافاتها ونسبة المشاهدة وما الى ذلك وندخل في مبادرة اسمها جربا لباس شو معناها؟ معناها في نهاية اسبوع اول نهاية اسبوع الشهر جوان يعني ينهار 2 جوان ناس كل وسائل الاعلام الكل تهبط الجربا البرامج الكل تبث من الجربا مع سهرة يشارك فيها عدد من الفنانين من تونس ومن الخارج من فرنسا في المسرح في جربا مع تظاهرات ثقافية اخرى في المارينة في جربا وايضا داخل حمط السوق حتى النصف الليل ونعملوا سعر رمزي في المسرح للسهرة لبش تكون فيها عدد من الفنانين والمربيح في هذا السعر رمزي كلها تمشي لعيلة الضحايا جربا لباس هذي الاشتاق اللي قاعد يدور من البرح لليوم وقاعد يتبرتج برش على مواقع التواصل الاجتماعي هذي مبادرة من ديوانة فام من اسرة ديوانة فام كيف كيف الناس الكل ان شاء الله يكونوا حاضرين كل وسائل اعلام تونسية ان شاء الله تكون حفلة مزيانة في سهرية السبت ثلاثة جوان وأكيد بش يكونوا فهمة برشة فنانين جرابة ان شاء الله نعود ونشوفوا بعد غيبتويل فنانة تونسية ناجات تعطية هي اصيلة جربا عنا برشة ما شوفنا هايش برشة فنانين من جربا شريف علوي بيانسور ما نجموش نحكيه على مبادرة انسانية تهم جربا وتعرف هاي فقداش انا نحب جربا وفي سيف نمشي لبارشة عمي وقداش حكينا على التلايف بيانسور خاطر جربا بالحق جزيرة الاحلام وافضل بنسبة لي انا افضل جزيرة على وجه الارض ما نجموش نحكيه على اشتاك جربا لباس ما نتفكروش المرحومة فيز المحرسي ان شاء الله تكون روح حاضرة معانا في تظاهر دي نهار سبت ثلاثة جوان كيما قال توفيق مجيد وغيرهم العباد اللي برتاجيوا اشتاك جربا لباس نلبسوا جربي ايجيوا قدانا جربا ايز سيفو وان شاء الله نهار سبت ثلاثة جوان نحكيه على المبادرة هذية حبيت نعقب على حاجة اخرى كانت مش تصير البرح في السيفال اخر كان مش يصير في الموقع الاثري بيوذنة لكن للأسف تلغى اخر وقت كن مش نكون حاضر فيه بالحق كان مهرجين مش يعطي صورة مزيانة على السياحة التونسية فما تقريبا خمسة دي جيات جيهم من البرة لكن من بعدك نعرف الاجراءات الادارية خليت انه المهرجين يتأجل في اخر وقت بيانسوا الاجراءات لاخذات وقت ان شاء الله المهرجين يرجع ويصير في الكسوة اليوم ولا الايامات اللي جيين نعرف والدي جيات عندهم تقريبا تواريخ في العالم مينجموش يرجعوا مرة اخرى لكن ليصار البرح بالحق حاجة ما هيش به يا برشا نعرفوا الى الوقت هذية فما برشا صناع محتوى فما برشا ايجان بجيين من البرة يعاديو في النجم نقوله سياحة او جيين يتفردوا في تونس التظاهر هذه كانت بجي تلم برشا مؤثرين برشا عبيت كيني وجيين من دبي عليش ما صارتش بينسيوا الاجراءات الادارية اللي هي عقدة الامور ان شاء الله تتحل الامور في اقرب وقت اما قملكش نتمنى المبادرة امتاع ديوانة فهم تلقى رجع صدي كبير من خاصة وسائل الاعلم على خطر بش يكون الحدث كبير يزم اكثر طرف ممكن منخرط معنا اولهم اه التالوزة والاذاعة الوطنية من هنا اه نوصل صوت معناها اسر ديوانة فهم نتمنى الكل يكونوا حاضرين معنا فهالمبادرة حلوة المزينة هذية بش تكون صهرية عالمية بش نوصلوا بالحق بصفة هذية اصواتنا اه للخارج اللي جربة لباس اه اللي اه 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 ايجي وحدينة ايجي وقدينة مرحبين بالناس الكل وبالتبعاء اه اذا كان ما تلقاش شكل صديل كبير اذا كان الهاشتاج ما يدورش مليح مليح جمعتين هذية تكون الفرحة مايش كبير اما نتخيل اللي اه الناس بش تقف في لحظة مهمة كما هذية وبالصفة هذي نلقا والناس الكل ما بعضنا اه في هكا مساج مسيان في حفلة سهرية مايش بش تتنسي هذا من المتأكد اما اقبلكو شي نحبوا على قدر الامكان وسائل الاعلام تنخارط في هالمبادرة الحلوة هذية اه بش اه نكونوا اول حاجة مشيون حيوجيها وقت اللي الناس الكل تلتلحق وتكون حاضرة في جزيرة الاحلام وقت اللي يزيدها وسائل الاعلام تغطي هالحدث العالمي هذية اه بخطر جاينا حذينا زادا من العالم اذا كان هكا اسمعت مليح بالنسبة التوفيق مجيد وشنو اللي قال اه نتخيل سهرة لن تنسى اكيد ما هيش بش تتنسي واكيد انه بش تخرج سورة مزيانة على تونس من ارض السلام بيانسير ارض الاختلاف جربة لفها برشة اه ديانات متعايشين وبينسير يبعثوا برسالة سلام ان شاء الله يعني تكون بادرة خير وتد كما قلت انتي هاي فتتضافر كل الجهود والناس الكل تتحط اه كما نقول ويدين ببعضنا في مبعضنا الناس الكل كما قال برح زادا توفيق مجيد لانه الغاية انسانية اكثر منها ربحية وبينسير هيدا الكل صالح تونس وان شاء الله ينخرطوا لجميع فهال مبادرة الحلوة ما زال عنا الوقت بش يكون معنا اكثر طرف ممكن من كان من وزارة السياحة ان كان من الاعلام ان كان من نشاطة المجتمع المدني والفنانين زادا في حد بيتهم بش سهرية التلاثة جوان رسالة تكون واضحة للجميع وراجعين بعد لحظات في ستار ترانس مزيت